مدارس محافظة درعا لم تسلم من غدر الإرهاب وحقده الذي يصعى لاستهداف براءة الطفولة والعلم بهدف نشر جهلهم وتخلفهم ولكن إرادة العلم والحياة في محافظة درعا كانت الأقوى حيث بدأت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونسيف والمجلس الدنماركي بعملية الترميم وإعادة البناء لتكون المدارس جاهزة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني تعرض الكثير من مدارسنا في هذا العام وفي الأعوام السابقة لقذائف الغدر والخيانة والحقد من قبل إصابات المزلحة وكان الهدف من هذه القذائف هو بعاد تلاميذنا وأبنائنا الطلاب عن المدارس من أجل انتشار الجهل بين كافة أبناء سوريا نستغل هذه العطلة من أجل إجراء بعض التراميم والانتياء منها قبل بداية الفصل الثاني حيث نعمل على كافة تراميم وما تحتاجه هذه المدارس من أعمال تراميم خفيفة كانت أو ما شابه مدرسة ذات نطاقين في مدينة درعة في حي حطين تعرضت هذه المدرسة في الأون الأخيرة لأكثر من ضربة مصدرها التنظيمات الإرهابية في مخيم درعة كل الشكر والتقدير لمديرية التربية بدرعة من خلال اهتمامها بمتابعة مسيرة التربية والتعليم في هذه المحافظة تم منح هذه المدرسة فرصة ترميم بالتعاون مع المجلس الدنماركي تقوم هذه الجهة حاليا بترميم كامل وشامل للمدرسة في الأبناء التي تعرضت للتلف سواء كانت نتيجة التنظيمات الإرهابية رغم الاستهداف الإرهابي الذي طال مدارس درعة إلا أن دماء أطفالها الطاهرة حملت رسالة الحياة فهم يدمرون ونحن نبني بعزيمة ليكون الصرح العلمي الهدف الأسمى